اللعب على ماذا؟ على الخرافات على التفكير البدائي التفكير غير العقل لأني هذا حديث مهم جدا جدا لنا كمسلمين ومسلمات في هذه اللحظة من حياتنا في هذه اللحظة من تاريخنا بعد أن أتحدث فيها عن ثورات وربيع ثورات عربية ومستقبل زاهر وأنا أقول لكم لكنه ملغوم 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 يمكن أن ينفجر فينا بألف سبب وسبب عليكم أن تفتحوا أعينكم جيدا يقولون لكم لماذا يتحدث هذا الشيخ عن علماء أهل السنة كأنني من علماء أهل البدعة أنا سني كنت ولا أزال لا أقول هذا بالذات لا مجاملة بالذات لهؤلاء ولا خوف منهم لا نخاف منكم لا نعتبركم بالعكس نحن نرى أنكم تطلون على الأمة ككارثة واقعية وربما تمزقون هذه الأمة شر ممزق نعلم هذا يقينا نسأل الله أن يكفينا شركم أن يكفي هذه الأمة المرهومة شركم يقفون دائما ضد الشعوب ضد مصالح الشعوب بسم ماذا السنة والجماعة كأننا من أهل البدعة والفرقة لا والله لماذا ليتكلم عن علماء الشيعة هم يظنون أننا نتكلم لكي نتكلم نحن لا نتكلم لأجل أن نتكلم نتكلم لأجل أن نصلح أنا الذي أرنو إلي وأريد أتغياء أن أصلح في هذه الأمة أصلح أمتي التي قضيت عمري وأنفاسي من أجلها ومن أجل عزها وكرامتها حياتي كله أقضيها من أجل هذه الأمة لا من أجل نفسي كفرد أريد أن أصلح كم أصلح أسب الشيعة أستطيع أن أسبهم كما تفعلون ليلة نهار والنتيجة مزيد من التوتير مزيد من الأحقاد مزيد من الألغمة التي ستنفجر فينا لا أريد هذا وقلت مرات لا لن أقول عشرات لكن مرات ومرات أنا أرتقب من إخوان الشيعة أريد أن أرى علماء ودعاء أيها الإخوة ومفكرين شيعة أيقاظا يحدثون جماهيرهم أيضا عن أخطائهم وعن خرافاتهم وعن بدعهم وعن ضلالاتهم كما أفعل أنا مع أهل سنتي ألم أقول هذا قلت مرات ومرات بفضل الله تبارك وتعالى أريد شيحيا وفيهم الحمد لله من يفعل هذا يصلح وأريد سنيا يصلح هذا إصلاح لا أكون بأن أسبغ غيري أن أسبغ الشيعة أسبغ الشيعة ما الذي يحصل هذا ليس إصلاحا كذب هذا وفي نفس الوقت وكحل لك إيه جبين السنة أقول لكم لا نحن نحن معصومون ثم ما هذا المنطق البليد الأحمق هذا المنطق أحمق الحديث أنه ينتقد علماء أهل السنة كيف يتحدث عن علماء أهل السنة أنت خذ خطبة وحيدة لي خطبة أي خطبة خطبة واحدة عفوا درسا جزءا من خطبة سوف تستنبط مباشرة أن هذا رجل سني سني حتى النقاع مصادره سنية لغته سنية شواهده سنية عقائده سنية سني سني تماما لكن ما الذي يحدث أيها الإخوة ما الذي يحدث لا هم يريدون لك إن أردت أن تكون سنيا بزعمهم أن تأخذ المسألة بغضها وقضيطها بضلالات السنة وحمقات السنة وبدع السنة وخرافات السنة أيها الإخوة إلى الحق الكثير الذي أيضا عند السنة تأخذ هذا مرة واحدة ولذلك إذا انتقدت عالما أو ثلاثة أو أربعة من علماء السنة كأن العالم شيء ينزل من عند الله يعني كأنه ملك معصوم ينزل من عند الله ممنوع أن يتعرض للنقد نفس الطريقة الحمقاء التي يتعطون بها مع الصحابة انظروا لقد انتقد عثمان طبعا انتقد عثمان ما المشكلة يمكن أن انتقد أبا بكر وعمر لأنني لم أؤمن لحظة في حياتي أنهم معصومون أنهم عنبياء نقد أخطأهم المشكلة لك أن تنتقد علي حين أقول لك أنا أريد أن أحطمهم أو أزعم أنني سأحطمهم بهذه الأخطاء اليسيرة التي وقعوا فيها حين إذن سأكون أنا أحمق سأكون أحد الحمقاء لا لست ذلك الأحمق عجيب جدا يقررون من جهة أنه لا عصم إلا الأنبياء وعمليا يتعاملون مع الصحابة والآن مع علماء السنة أيضا مع علماء السنة على أنهم معصومون ينتقد لماذا لا أنتقد لماذا لا أنتقد عالما حين يخطئ أننا أقول كل علماء أهل السنة عبر العصور إذن 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 لا أحمق لا قلت هذا كل علماء من الذي يعمم هذا الأحمق؟ وأنا رجل وحاول أن أكون صاحب تفكير عقلاني وعلي بفضل الله تبارك وتعالى لا أفعل هذا لم أفعله مرة ولم أفعله ومحال أن يفعله حاقل لا ينتقد علماء لأنك انتقدت عالمين ثلاثة أربع عشر عشرين من بين عشرات العلوف الذين استفدت منهم واستشهدت بهم وهم مصادرك ممنوع ممنوع أن تنتقد لا تنتقد صحبيا ولا تنتقد عالما يبدو أن عيونهم على أنفسهم حتى لا يطالهم النقد يمكن أن تنتهي